مرضى السرطان في الدول النامية محرومون من المسكنات الأساسية للألم جراء الخوف من إدمانهم على المواد المخدرة ورغم أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تفرض تدابير وقائية صارمة فيما يتعلق بوصف الأدوية التي قد تسبب الإدمان مثل المورفين إلى أن خبراءها يرون إن نوع المورفين الذي يتم تناوله عن طريق الفم علاج أساسي لألام السرطان المتوسطة والحدة تقرير حديث للصحة العالمية خلص إلى أن أكثر من 18 مليون حالة سرطان جديدة تظهر سنويا في العالم لكن 6% فقط من صيدليات الدول الفقيرة لديها مسكنات لتخفيف الألم الحاد مقابل أكثر من نصف ثلثي صيدليات الدول الصناعية والغنية تقرير الصحة العالمية الصادر بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام أوضح أنها ستصدر إرشادات جديدة لمواجهة الآلام التي يعاني منها مرضى السرطان وأوضح مدير قسم الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية الدكتور إتين كروج أن أي شخص مريض لا يجب أن يعيش أو يموت وهو يعاني الألم في القرن الحادي والعشرين